القمة العالمية الإنسانية في اسطنبول حيث ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني سيد الشيخ تراد العبد المالك خطابا أمام القمة باسم رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ثمن فيه انعقاد هذه القمة وجدد التزام مونيتانيا باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها متابعوا فيما يلي خطاب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني أود بداية باسم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز أن تقدم بالشكر إلى الشعب والحكومة التركيين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما أحيي لجهود التي بدلها الأمين العام إلى أمم المتحدة سيد بانكيمون لعقد هذا المؤتمر العالمي حول العمل الإنساني أيها السادة وسيدات تثمن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عقد هذه القمة وتجدد التزامها باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها وفي هذا الإطار سضافت بلادنا وما زالت تستضيف مجموعة معتبرة من اللاجئين الوافدين من دولة مالي شقيقة إننا نؤكد بالمناسبة إرادتنا الحازمة في المساهمة في الحيلولة دون وقوع المزيد من النزاعات والمشاركة في حلول تلك القائمة منها بطرق سلمية أيها السادة وسيدات لقد اعتمدت موريتانية سياسات تهدف إلى توطيد الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد والفقر ومكافحة الإرهاب بكل أنواعه وهي سياسات أعطت دمارها الإيجابية مما ساهم في ثراجع نسبة الفقر واستدامة الأمن والسلم الأهلي أيها السادة وسيدات إننا في موريتانيا نتعهد بمواصلة هذه الجهود وتطويرها سبيلا إلى تحقيق المزيد من رفاهل المواطنين وغيرهم من الأخوى اللاجئين الذين نتشره باستضافتهم على أراضينا كما نولي عناية خاصة لترقية المجتمع المدني لتمكينه من الاطلاع بمهام التنموية والإنسانية وفي الأخير لأمل كبير في أن تتمكن قمتنا هذه من إيجاد مقاربات تضع حدا للمزيد من النزاعات من جهة وتسهمة في تخفيف الآلام الإنسانية القائمة بسبب النزاعات المسجلة والكوارث الطبيعية من جهة أخرى وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله